بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمال أكملان على الببعوث رحمة وهداية للعالمين ثم أما بعد إخوان أخوات المشاهدين والمشاهدات تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام واجعلنا في زمرة خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام المرأة شقيقة الرجل في التكاليف كما هي شقيقة في الجزاء على تلك التكاليف فخطاب الله سبحانه وتعالى موجه للذكر والأنثى وكذلك الجنة التي أعدها الله للأبرار أخبر أنها لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن والمرأة تشتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وتسابق في الخيرات وتنافس شقيقها الرجل كذلك أرباء مرأة خير من ألف رجل في الطاعة والعبادة وعندما تأتي مواسم الخيرات وفرص الخير الكثير يبرز دور المرأة المسلمة الحريصة على مستقبلها الحريصة على مصيرها ومن ذلك اجتهادها في رمضان فالمرأة تحرص في شهر رمضان على أن تكون طائعة قانتة عابدة راكعة ساجدة صائمة متخلقة بأخلاق الصائم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فتبتعد عن الرذائل وعن النقائص التي تنقص من قيمة المسلم وتنقص من قيمة الأجر والصيام كما عليها كذلك أن توفر الأمن والراحة في البيت والسكينة هذا تقوم به المرأة أحسن قيام فتشتهد أن توفر لأهل البيت من الزوج والأولاد تلك السكينة والرحمة والمودة التي ينعم بها ويعود الأجر الكثير على هذه المرأة لأنها هي السبب فكل من كان سببا في خير نال أجر من عمل بذلك الخير كذلك لا تنسى المرأة في شهر رمضان أن تجدد وتحصل نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما تقوم به من أعمال يومية كالطبخ مثلا فهي عندما تحضر الطعام تنوي في قلبها أن يكون هذا الطعام قوة لأهل البيت في طاعة الله سبحانه وتعالى به سيقومون ويركعون ويسجدون فيكون لها أجر أنها كانت معينة للصائمين على صومهم ومفرحة للصائمين كذلك عند فطرهم ومعينة لهم على القيام والصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدى من ذنبه ولا شك أن المرأة عندما تكون سببا في هذا ينالها الأجر كذلك على المرأة أيضا أن تكون في البيت مؤنسة ومراقبة لأخلاق الأسرة والأفراد فتوفر لهم كل ما ينبغي أن يكون عليهم ما يكون عليه في شهر رمضان تنبهم إلى أن هذا الشهر شهر ربيع حياة المسلم ينبغي أن نستغله ينبغي أن نهذب أخلاقنا ينبغي أن نكون أحسن حتى ترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى ونحن على عمل صالح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لأن تكون بيوتنا معامرة بالقرآن الكريم في شهر القرآن وأن تكون متخلقة بأخلاق القرآن وأخلاق الصائمين القائمين الراكعين الساجدين أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة